السلام عليكم فيديو جديد وفكرة جديدة تحدي إعادة بناء برشلونة بالانتقالات الجديدة مع الأسطورة محمد عدنانا أكيد تشافي سيدرب نادي برشلونة مثل ما تشاهدون يلا تقدم وكي ميزانية الانتقال 134 مليون جنيه استرليني سنضعفها إلى مليار يا جماعة مستوى صعوبة خلوه مطلق مدة 3 دقائق العملة يورو استحواذ مالي مليار أورو يا جماعة ورث دعمات دولية معطلة يلا تقدم نادي اشترى لاعب بوسط أوريو روميو من جيرونا ب 3.5 مليون يورو مثل مقال محمد عدنان تعاقد برشلونة مع روميو لاعب جيرونا يلا اتصال للشراء قيمته في السوق 12 مليون أورو كم نعطوهما جماعة نعطوهم 20 مليون أورو يلا تقدم العرض رح يقبله أكيد يلا التفاوض معه وكي رح يكون إن شاء الله هام يريد سنتين احنا نعطوه ثلاث سنوات وهي سيقبل أكيد تابده شر جزئي أكيد من يشتريك؟ أولي يريد الراتب 92 ألف بعدما كان 26 ألف إزالة المكافأة يلا تقدم العرض ما عليش نقبل بهذا الراتب 94 طبول يلا يلا مرفي بك الروميو روميو لاعبا جديدا لنادي برشلونة الإسبانية وحصل على خدمات الكايغان دوغان قائد المانسيتي مجانا الآن التعاقد مع كايغان دوغان تقدم رسومة ومبادلة لعب لدينا لعب وسط طوم فرانكيس يا جماعة نعطم 10 مليون أورو زائد فرانكيسي يلا تقدم الراتب يريدون 36 مليون أورو بدون فرانكيسي يلا قبول يا الله أغبياء شكرا لك سيكون حاسم إن شاء الله مدة العقد يريد ثلاث سنوات نعطوه أربع سنوات وسيقبل أكيد بدون شر جزئي أكيد الراتب 160 أفزائد مكافأة توقيع إزالة المكافأة وتقديم العرض أوكي يريد 180 ألف قبول يلا مرهبا بك اي كايغان دوغان بررسلونة يتعاقد مع الدول الألمانية صاحب العصول التركية اي كايغان دوغان هل هو مسلم أم لا أخبروني في تعليقات كما ظفر بخدمات مدافع أتلاتيك بيلباو إنيقو مارتينيز مجانا يلا نحاول التعاقل مع مارتينيز لعب أتلاتيكو بيلباو الإسباني يلا سنتفاوض مع النادي بدون دفع شر جزئي 44 مليون أورو يلا نعطوهم فقط 30 مليون أورو إذا قابلوا يلا قابلوا الحمد لله يلا نتفاوض مع اللعب أوكي يريد أن يكون أهم تمام قبول مدة العقد أربع سنوات أوكي رفض الشرط الجزئي لا نريد شر جزئي الراتب الحالي 35 ألف كم نعطوها جماعة الخير أعطيته 70 في المرة الأولى لكنه رفض نعطوه 85 أورو يلا اقبل أو لا تقبل يريد مية وخمسة وجنين عرض مضاد إزالة المكافأة تعديل الراتب الراتب رح يكون فقط مية ألف زائد مكافأة توقيع يلا تقدم العرض لا يريد مكافأة توقيع زائد الراتب يلا قبول معلش مرحب بك مارتينيز تعاقد برشنة مع الظاهير البرتغال جواو كانسيلو من ماشاستا سيتي على سبيل الإعارة برتغالي أخر واسمه جواو كمان أتكلم عن جواو فيلكس لا نستطيع تعاقد مع جواو فيلكس ولا جواو كانسيلو هذو كل اللاعبين الذين تعاقد معهم برشلونا في المركاتو الصيفي الآن علينا التخلص من بعض اللاعبين غادر الأبرز والأغلى كان عثمان ديمبلي بخمسين مليون يورو ورحل مجانا كل من القائد بوسكتس ونائب القائد جوردي ألبا لنادي انتر ميامي كما خرج إيريك غارسيا لجيرونا إعارة وعلى سبيل الإعارة لتوفير الرواتب الأبرز هو خروج أنسوفاتي لبرايتون على سبيل الإعارة بما أننا انتهينا من التعاقد مع بعض اللاعبين وتخلينا عن بعض اللاعبين ولكن لم نستطع التعاقد مع جواو فيليكس وكانسيلو لهذا سأبقي على بعض اللاعبين من بينهم فرانكي سي ولاعبين آخرين لن نقوم ببيعهم سأبقي على الخطة نفسها سأقوم بالتغيير على التكتيكات الأسلوب الدفاعي الضغط بعد فقدان الاستحواذ العمق سيكون 65 الانتشار سيكون 57 بناء اللاعب سيكون سريع وصناعة الفرص ستكون انطلاق نحو الأمام الانتشار سيكون 55 لعبوا في منطقة الجزاء مثل ما هي الركنية اثنين والركلات الحرة واحدة فقط أهم شيء يا جماعة الخير علينا الفوج بدور الأبطال سأتخطى دور المجموعات وأتخطى العديد من المباريات اربطوا أحزمة الأمان ولا تنسوا تشتركوا في القناة اتفعلوا زرية التنبيهات اعطونا اللايك لهذا الفيديو اعطونا علاقاتكم وأفكاركم في صندوق تعليقاتكم يلا بنا دور الأبطال ان شاء الله تأهلنا نعم تأهلنا وسنقابل ليفر بول في الدور السادس عشر احتلنا المركز الثاني خلفه باير ميونيخ ب 12 نقطة خسرنا مبارتين أمام باير ميونيخ ننتقل الآن إلى مباراة ليفر بول مباراة الذهب بسم الله مشاهدي كلام مباراة بارشلونا ضد ليفر بول لن أقوم بتعديل عدة شكيلة لاتس جو يلا بارشلونا ضد ليفر بول لاتس جو ان شاء الله تتوجه باللقبة تزديداتي رشتيقن لا 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 مايونيز يسجل داروين مايونيز يسجل ليفر ليفر غوال غوال ليفر دوسكي غوال غوال أتعاد لا لا سبحبك غوال غوال غاش wars غوال الزر هو دور نهاية المباراة خسرنا ان شاء اللهYA مباراة القيام سنفاز نفاز بهذه المباراة ونتقال إلى الدور التمنى النهاية ماركوس يا الله مرا حذر self-tit وبعيض الحمد لله ut حذير الحمد لله تير شتيقن رافيليا يسدد مرة كانت بعيدة أصلا يلا هاي لا هاي لا هاي لا دول دول رافيليا يعدل يسجل هدف الأول بالدقيقة السادي سادي 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 عفوان له وين الدفاع وين الدفاع وين راح تزديد صالح تير شتيقن يلا ونهاية المبالات يلا سفر راح أكام والله لا يريد أن يسفر والله لا يريد أن يسفر هذا سفر هذا إلى الدور المقبل بعدما فوزنا على ليفيربول في مجموع لقاءين اثنين ثلاثة في دور الثمن النهائي سنواجه أطلت كودو مادريد دعوني قم بمحاكات سريعة ونرى ماذا سيفعل برشلونة فوزنا واحد صفر جيد يلا مبالات الاياب محاكات سريعة راح نفوزه أكيد بعدما فوزنا واحد صفر راح نفوزه ثلاثة اثنين في مجموع لقاءين تعادلنا اثنين اثنين يا جماعة في توسيب الدور الإسباني محتلين مركز الثاني باثنين وسبعون نقطة بفارق خمس نقاط كاملة على نادي أطلت كو مادريد النصف النهائي في المربع النهائي سيكون كلاستيكو بين ريال مدريد وبرسلونا الآن مباراة الذهاب على ملعب الكابنو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسم الله يلا بسم الله بداية المباراة لا 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 الحمد لله تيرشتيغن حذري بنزيما والغول تيرين بنزيما يسجل الأول تزديدا تيرشتيغن يلا يلا ليفانديوسكي كورا يلا يلا سدد من هذاك توريس هدف رائع هجما أربص جري بدي كيفية يلا رافينيا رافينيا كول ما لا 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 خسرنا 2-0 جماعة الخير تجوزت المباراة الآن مباراة القياب خسرين 2-0 على ملعبنا الآن إلى سانتياغو بيرنابي وإن شاء الله نفوز اوكي يا جماعة لدي مشكل في يد التحكم سأقوم بتخطي هذه المباراة فصرنا أمر بحنا لدي مشكلة جماعة يلا انتقال إلى نتيجة ربما هذا هو نهاية الفيديو لا أدري يلا خسرنا 1-0-3-0 يلا يلا نشاهدوا مع بعض إذا أخذنا الدوري أم لا الله مشكلة يد التحكم جماعة لا أدري ما بها اوكي يا الله أعلم لم نتوج بالدوري إذا لم نتوج بالدوري ولا بدوري أبطار أوروبا حسنا على مركز الثاني 89 نقطة وفي دور الأبطار وصلنا إلى النصف النهائي إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو بارك الله فيكم لا تسو أن تشتركوا من هنا جماعة الخير يلا اشتركوا من هنا وفعل وزر التبيهات وشاهدوا هذه الفيديوهات لأنها ستعجبكم حتما شاهدوها من هنا واشتركوا من هنا بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم